السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله تفسيرنا اليوم سيكون عن رؤية لون الأصفر الفاقع في المنام لابن سيرين سواء للعزباء أو المتزوجة الحامل أو الرجل فتابع معنا أولا ما معنى رؤية لون الأصفر الفاقع في منام العزباء لابن سيرين إذا رأت البنت العزباء الحالمة بأنها تقوم بارتداء حجاب كبير الحجم وكان لونه أصفر فاقع كثيرا فهذا يدل على أن هذه البنت سوف تصل إلى بعض الأهداف والأمنيات التي كانت تحلم بها كثيرا في حياتها البنت العزباء التي طرى في المنام كأن أحد ما يقوم بإعطاءها فستان أصفر اللون وفاقع كثيرا فهذا يدل على أن هذه البنت العزباء سوف تصل إلى بعض الأهداف والأمنيات التي كانت تحلم بها كثيرا في حياتها البنت العزباء التي طرى في المنام كان أحدا ما يقوم بإعطائها فستان أصفر اللون وفاقع كثيرا فهذا يدل على أن هذه البنت سوف تعمل في وظيفة ما أو عمل وسوف ترتقي فيه وتصل إلى أعلى المراتب في وقت قريب جدا والعزباء التي طرى في الحلم أنها تقوم بتناول الطعام وكان جميع الأطعمة ذات اللون الأصفر الفاقع فهذا يدل على أن هذه العزباء سوف تنجح في أمر هاما كثيرا في حياتها كانت تخاف منه جدا أيضا يختلف التفسير فعندما ترى العزباء أنها تقوم بارتداء حزاء ذات اللون الأصفر الفاقع ولكن كان شكله جميل جدا يدل على أنها سوف تتزوج في وقت قريب من شخص صالح وسوف يحافظ عليها كثيرا تفسير مشاهدة اللون الأصفر الفاقع في المنام للمتزوجة إذا رأت المرأة المتزوجة في المنام بأن زوجها كان يعطيها حجاب لونه أصفر اللون وفاقع كثيرا فهذا يدل على هدوء حياتها الزوجية وأنها تحاول أن تعيش حياتها بسعادة بعيدا عن المشاكل والهموم وعن الإنزعج إذا رأت المتزوجة أنها تقوم بعمل بعض الأطعمة التي تحتوي على اللون الأصفر الفاقع وكان شكلها شهيا كثيرا فهذا يدل على الخير الوفير والرزق الذي سوف يأتي إلى المرأة المتزوجة في وقت قريبا من حياتها إذا رأت المتزوجة بأنها كانت تقوم بشراء فستان أصفر اللون وفاقع وكان جميلا عليها فهذا يدل على نجاحها في بعض الأمور الهمة في حياتها وأنها سوف تتخطى بعض المشاكل والهموم المزعجة في حياتها يختلف التفسير كثيرا عندما تشاهد المرأة المتزوجة بأنها تقوم بشراء صندل جميل وكان لون أصفر اللون وفاقع يدل على أنها سوف تشتري منزل أو عقار ملكها في الفترة القريبة وسوف تسعد له كثيرا إذا رأى الرجل في المنام بأنه يقوم بشراء قميص لونه أصفر فاقع وكان ضيق كثيرا عليه يدل على أن هذا الرجل سوف تحدث معه بعض المشاكل في مجال عمله لكنه سوف يتخلص منها في وقت قريب جدا إذا رأى الرجل في المنام أنه يقوم بشراء حزاء كبير الحجم وكان لونه أصفر فاقع فهذا يدل على أن هذا الرجل سوف يرزق من الخير الوفير والبركة في المال في الفترة المقبلة أيضا يختلف التفسير عندما يشاهد الرجل في المنام أنه يقوم بشراء بدلة لونها أصفر فاقع وكانت مناسبة عليه يدل على أن هذا الرجل الحالم سوف يترقى في أعلى مناصب عمله وسوف يصل إلى القمة في وقت قريب جدا ويشير أيضا رؤية لون الأصفر الفاقع في منام الرجل على خير وفير وبركة كبيرة سوف تدخل في حياته وسوف تسعده كثيرا بإذن الله يدل أيضا إذا رأى الشاب في منامه أنه يتناول طعام وكان لونه أصفر فاقع وكان جائع فهذا يدل على قبوله في وظيفة ما أو عمل ما كان يريد الوصول له والإلتحاق به وسوف ينجح في ذلك بإذن الله تعالى تفسير رؤية لون الأصفر الفاقع في منام المرأة الحامل إذا رأت المرأة الحامل في المنام بأنها كانت تقوم بشراء حجاب كبير الحجم وكان لونه أصفر فاقع ومناسب جدا لها فهذا يدل على أن هذه المرأة الحالمة سوف تنجب ولد وسوف يكون صالح وبرب والديه بإذن الله أيضا عندما ترى المرأة الحامل أنها تقوم بارتداء حزاء ذات اللون الأصفر الفاقع وكانت تسير به في الطريق فهذا يدل على أنها سوف تصل إلى أعلى درجات النجاح في عملها أو في حياتها وأنها سوف تكون سعيدة كثيرا في هذه الفترة من حياتها أيضا يشير بأن المرأة الحالمة التي ترى في المنام اللون الأصفر الفاقع على الكثير من الأطعمة التي تتناولها فهذا يدل على أن هذه المرأة سوف تعيش في حياتها الزوجية بكل هدوء بعيدا عن المشاكل والهموم ورؤية اللون الأصفر الفاقع في منام المرأة الحامل يدل على تخلصها من المشاكل وعلى أنها سوف تترقى في حياتها العملية وأنها سوف تنال الكثير من الرزق والخير الذي سوف يأتي له في وقت قريب جدا بإذن الله تعالى وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا إلى اللقاء